موسيقى ونحن كنا نتصور أن الحملة الكراهية على الإطالة المهاجرين من جنوب السحراء والتي انطلقت منذ سنوات شاركت فيها بعض الصفحات بتاع النقابات الأمنية من خلال وصم صورة المهاجر غير نظامي ديمة بالجريمة والعنف وجراء من الحق العام الصورة النمطية والتنميطات اللي بدلت على المهاجر غير نظامي في الشبكات هذه تزعموها بطبيعة من بعد مجموعات سياسية في شكل أحزاب وإلا في شكل حتى مجموعة من النواب الجدد والحملة متاهم انتقلت من الفضاء الافتراضي للفضاء الواقعي كنا نعتقدوا ان الدولة تواطعت بشكل ما معاهم وقت لم تتحرك لزائل خطابات الكراهية والعنصرية ولمجرمة بالقانون تعرفوا اليوم ان الدولة اي خطاب فيه نقد لأعلى هرم السلطة يتحرك نيابة العمومية لكن لم تتحرك بل أدها من ذلك انهم يسهلوا لهم العمليات الميدانية وكان ثم أمل نوعا ما في البداية ورئاسة الجمهورية تتحرك من أجل وقف هذا المسار للحضار الاختيار بتاع سياسات معناها التخويف من المهاجرين للأسف إذن بعد اللي صار معناها مساء 21 فيفري واضح انه وصبحت سياسة دولة وقت لنعمله اجتماع لمجلس الأمن القومي ونتبنوا مثل هذه الخطابات واضح انه الدولة تتبنى هذه السياسات وبالتالي الدولة كانت على علم ونسقت بشكل أو بآخر مع هذه الحملات الدولة انخرطت في هذه الحملة من خلال وزارة الداخلية ثم انضافت لها رئاسة الجمهورية وأعلى مؤسسات الدولة تتبنى مثل هذا الخطاب وتتبنى أيضا نظرية المؤامرة حول وجود المهاجرين من جنوب الصحراء كان من المنتظر أنك تكون ثم استجابة نورمال مون إنسانية من الدولة أنها توقف الحملات هذه لكنها انخرطت في هذه الحملة التوانس أعتقد كما يفخروا بتاريخ 23 جامع في 1846 تألغاء الرق والعبودية اليوم التوانس بشكل يحسوا بالخجل لأجيال قادمة من تاريخ 21 فيفري 2023 من خطاب رئاسة الجمهورية للأسف واضح أن الخيار منذ البداية هو التناول الأمني لقضية الهجرة ولقضية المهاجرين من جنوب الصحراء وهذا مش جديد عند قيس عيد باعتبار تعامله مع قضايا الهجرة غير نظامية والأدهى من ذلك هو الخطابات معناها داخل البلاغ الرئاسي معناها مفردات كبيرة برشا مفردات خطيرة برشا مفردات تناقض التزامات تونس الدولية معناها في الاتفاقيات لوقعتها معناها مفردات لا تتوافق حتى مع قيم لحملتها الثورة تونسية من خلال هذا الاجتماع واضح أن الخيار بش يكون أمني في التعامل مع هذا الظهر أعتقد أن الخيار الأمني لطرحه قيس عيد ما عندوش برشا مجالات نعرف أنه معناها مسألة مثلا الترحيل القصري للمهاجرين والمقيمين بطريقة غير نظامية تستلجب إمكانيات مادية كبيرة برشا وهذا مش في إمكانيات الدولة التونسية إضافة إلى أنه عددهم ما هوش بالشكل اللي ربما قاعدين يضخموا فيه اللعبات نعرف أنه عددهم صغير برشا وممثلوش معناها إشكالية على المستوى العددي إذن هذا بش يخلي الحملات الأمنية تتكثف وهذا ما شفناه اليوم الحملات الأمنية وعندنا خوف كبير على مصير المهاجرين من جنوب الصحراء تضييقات يتعرضون لهم انتقلنا من الاعتداءات والاستعمال العبارات اللفظية والعنصرية اليوم معناها اعتداءات أحيانا جسدية إلى محاولة طرد من أماكن العمل طرد من أماكن السكن وهذا ربما شيء المخطر واللي هو يعطي صورة سلبية جداً على البلاد الحملات الأمنية خاصة هذه اللي تركزت في إقليم تونس الكبرى وتركزت في إقليم نابل إضافة للحملات الموجودة على الخط الغربي للحدود التونسية الجزائرية بالنسبة لإقليم تونس الكبرى ونابل رصدنا أكثر من 300 عملية إيقاف تم بصفة عشوائية الإيقافات هذه لم يسلم منها حتى النساء والأطفال وحتى المتضامنين اللي تنقلوا للمحاكم اللي معناها إحذار الوثائق وإلى التعبير تضامنهم مع أبناء جلدتهم اللي يقع إيقافهم بطريقة عشوائية تم أيضا إيقافهم والحملة هذه نعرف أنه الهدف متاعها مش الترحيل يعني نعرف الترحيل يطلب برشة إمكانيات مادية الهدف واضحاً تعالى الدولة التونسية هو بث الخوف والرعب في المهاجرين الغير نظاميين ودفعهم للمغادرات التراب التونسي وإثناء كل من يفكر على القدوم إلى تونس والعدول عن ذلك وديما الهدف وحيد هو إرضاء هذا الشريك الأوروبي اللي قاعد يفرض علينا في السياسات لا تحترم لا سيادتنا لا تحترم لا حقوق وكرامة أبنائنا المهاجرين ولا تحترم لا حقوق ولا كرامة المهاجرين في تونس الدولة تغير أولوياتها لكن الدولة وكأنها وراه هذا زاد حاجتها برسائل أخرى الدولة كما قلت لك أولاً عندها مكسب على المستوى الخارجي هو الخضوع لذه الضغوطات الأوروبية والإيطالية تحديداً الدولة التونسية واضحة أنها ماشي لصندوق الناقطة الدولي ماشي بملف معناها يحظى بدعم هذه القواء بشروط وهذه الشروط معناها أول الشروط هي مسألة التضييق على المهاجرين من جنوب الصحراء مش نجم تحظى بالدعم واضح أنه خطاب التخوين معناها بعد أن تقل من التنظيمات السياسية المعارضة لقيس صعيد ومن حتى التنظيمات الإعلامية معناها المهنية الإعلامية وكل من يخالف قيس صعيد الرأي اليوم حتى المنظمات الحقوقية للدافع لحقوق وكرامة المهاجرين معناها أصبحت اليوم محل شبه اليوم وكأنه تونس ما هو موقع على معاعدة جنوب الخاصة بحماية اللاجئين تح سنة 1958 واللي عندك اليوم منظمات أممية تدير هذا الملف معها منظمات شركة تونسية وكأنه تونس غير موقع علي ضد معاعدات خاصة بحماية حقوق المهاجرين وإلا بمكافحة التعذيب والأشكال وضروب المعاملة القاسية وإلا التمييز إذن قيس صعيد كل من يلا يتماهى مع سياسته يعتبره خائنا ويعتبره عميلا وللأسف اليوم أحنا نشوفه الوجه الآخر لهذه السياسة اليوم معناها اللي يعمل فيه معناها رئيس الجمهورية يتماهى مع سياسته تصدير الحدود الأوروبية يتماهى تماما بل أن قيس صعيد تحول إلى رأس حربة في هذه المقاربة الأمنية الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط الأوسط اليوم المهاجرين هذوم اللي يجونا بطريقة غير نظامية يجونا منزوز أماكن رئيسية وهنا مرتبط بالتزامات وعلاقات قيس صعيد هنا نحكو على البحر الأبيض المتوسط الأوسط أغلبية يجونا خطر الدولة التونسية تمشي تعترضهم في المياه الدولية بعد أن طلقوا من ليبيا وتجيبهم التونس وتحطهم في ظروف صعبة برشا وهنا تونس قبلت بهذا الدور انتحارس للحدود الأوروبية وهنا كيف كيف مسألة السيادة تطرح نفسها ومسألة شكون اليوم التعليمات لتتخذ القرار في اعتراض هذه المراكب والمنفذ الثاني اللي يجو منه المهاجرين غير نظاميين هو الجزائر نعرف اليوم أنه النظام الجزائري أيضا أنه النظام ينتهك حقوق المهاجرين والسلطات الجزائرية تدفع المهاجرين غير نظاميين نحو الحدود التونسية إذن قيس سعيد عاجز لأنه ياخذ موقف إزاء الانتحاد الأوروبي عاجز لأنه ياخذ موقف إزاء النظام الجزائري يجي ياخذ موقف ضد الفئات الأكثر هاشاشة وهي المهاجرين اللي في وضعية غير نظامية اليوم معناها الخطاب اللي عمله قيس سعيد موش يهدد فقط المهاجرين من جنوب الصحراء في تونس يهدد عشرات الآلاف من المهاجرين غير نظاميين التونسية الموجودين في الأراضي الأوروبية اليوم القوى اليمينية المتطرفة في أوروبا هي الأكثر سعادة اليوم قيس سعيد حطنا عشرات الآلاف من أبنائنا الموجودين بطريقة غير نظامية في فرنسا وفي إيطاليا وفي ألمانيا وفي غيرهم الدول في موضع الخطر بش الدول هذيك الكل تلقى مبرر لأنها اليوم ترحل قصريا كل المهاجرين غير نظاميين التونسية ويولي كيف 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 كيما قيس سعيد يحب يرحل المهاجرين على الوضعية الإدارية وعلى الهوية كيف كيف السلطات الإيطالية والفرنسية والألمانية بش تولي ترحل معناها المهاجرين غير نظاميين التونسية فقط لأنهم تونسة وفقط لأنه ما عندهمش أوراق إقامة من غير ما نعرفه أسكو القانون بالحق هو متساهل معها موفر هذا الاندماج وإلى لا هناك عدم احترام للقوانين الداخلية التونسية عن آخرها قانون مقاومة التمييز العنصري عدم احترام للهيئات الدستورية التونسية التي اليوم قامت معناها بعد انتفاضة الشعب التونسي لكن الأخطر اللي قام به قيس عيد هو عدم احترام لقيم الثورة التونسية القيم القايم على العدالة والحرية والكرامة والمساوات وعلى الحقوق اليوم يقع نسفها بمقاربات فيها الكثير من الشعبوية وبمقاربات أحدية وفيها تجاهل تام للترسان القانونية الدولية والترسان القانونية الوطنية الخطر أيضا هو في أنه غذى هذه المشاعر نطاع العنصرية والكرهية احنا كنا نتمنى أن الأجيال القادمة نربوها معناها على قيم أكثر متاع حقوق قيم متاع حرية متاع كرامة لأن الحقوق لكل البشر وأن الحقوق لا ترتبط بالجنسية واللون والدين وغيرها لكن للأسف اللي عاملوا قايم سعيد بشي قوي المجموعات الفاشية بشي قوي المجموعات معناها العنصرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر